اشتركوا في القناة وايضا نمط معماري فريق شاهدا على تميز هذا الانسان لتخدام المواد الطبيعية لبناء مبانيه خام سبب الحرب الدائرة في اليمن توقفت البرامج السياحية الدولية ثم اثر سلبا على نشاط الانسان الاقتصادي وحركة الناس في مدينة السلام لم تتأثر كثيرا فظل الناس يمارتون حياتهم الاقتصادية وليتماعية طبعا في مدينة سبام حضرموت الكثير من المباني والمعالي التاريخية والسياحية ابرزها القصر السمالي الجنوبي ويامع سبام والساحات العامة ايضا للانشطة الانسلامية وايضا تصميم المباني نفسها ذات الطابع المتميز وتحقيق المدينة بالذات طبعا في ظل وباق كورونا تم اتخاذ عدد من التجابير ليصال المعلومة الى المجاهد من خلال تكتيف البرامج السوعية وايضا عبر برامج السوعية عبر وسائل التواصل الانسماعي سواء في الفيسبوك وايضا انشاء موضع الالكتروني خاص في مدينة سبام اشتركوا في القناة